مرحبا كيفكن يا رب تكونوا بخير جميعا بفيديو اليوم رح فرجيكن طريقتي بسوس البيتزا يلي انا بستعمله يلي انا مع تمديته بعد ما جربت كتير انواع من السوس بس اخر شي اكتشفت انه هيدا قطيب سوس انا جربته السوس كتير طيب فينا نحتفظ فيه بالبراد لمدة اسبوعين منستعمله مع كل انواع البيتزا هو تقريبا ميكس بين الطريقة الايطالية وبين طريقتي انا شخصيا شوفوا معا الفيديو اول شي بتنجرة عن نار عندي ثلاث حبات بنادورة حجم وسط عصارتون نزلهم بالتنجرة بس بلشوا شوي يغلوه طبعا النار بتكون هادية بلش دي فوقي هون الكتشب رح حط لكون المقادير بسندوق الوصف بعدين دفطلهم رشة فلفل اسود رشة بهار بابريكا بابريكا المدخنة عندي رشة بهار توم فيكن تستبدله بهار التوم بحس توم صغير عندي رشة بهار بصل ملاح واخر شي حبق مطحون او في ناس بقولولو ريحان طبعا بكون يابس ومنحرقهم ما بتبخن اكتر من ثلاث دقايق على النار ومتل ما قلقت النار بتكون هادية هيك صاروا جاهزين بحطهم بوعاء بعد ما يبردوا اكيد ويفضل الوعاء يكون بلاستيك او ازاز مثل انا عم بستعمله منحطهم بالبرات فترة الاستعمال بس اسبوعان ترجمة نانسي قنقر